اشتركوا في القناة ونعب الأول لرئيس مجلس الشورى أن سوق العمل وحركة الاقتصاد الوطني تشهدان تحولات وتطورات تتطلب مراجعة مستمرة وتقييما شاملا للأنظمة وتشريعات المنظمة لقطاع المال والأعمال مشيرا إلى أن التشاور والتنسيق بين السلطة التشريعية والجهات المعنية بالقطاع التجاري يسهم في تطوير وتحديث القوانين النافذة بما يتوأم مع التطورات المستمرة ويعالج التحديات التي تطرأ بسبب الظروف والمتغيرات الاقتصادية سواء على المستوى العالمي أو المحلي من جانبه أكد سعادة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس اللجنة المشتركة بين مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية الدراسة والتوصيات الواردة فيها بما يحقق إعادة تنظيم سوق العمل مشيرا إلى حرص المجلس النيابي على تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني جنبا إلى جنب مع الحكومة الموقرة والقطاع الخاص بهدف إيجاد توافق مجتمعي واسع تجاه الحلول والتوجهات لتجاوز التحديات الاقتصادية خصوصا مع تداعيات جائحة كورونا من جانبه أكد رئيس الغرفاء سيد سمير عبدالله ناس خلال الاجتماع على أهمية الدفع بالنهوض بالاقتصاد الوطني عبر التعاون بين جميع الجهات في المملكة مع أطراف الإنتاج والسعي الدؤوب لإطلاق فرص النمو التي تدعم بيئة العمل والنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص وترفع درجة تنافسيته كونه الشريك في المسئولية والإنتاج وذلك من خلال سن التشريعات المشجعة والمواكبة مع المرحلة الحالية